بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. اهلا وسهلا بكم في الانستجرام باستخدام النهاردة هنتكلم عن لان احنا محتاجين البوليسي في بعد ما خلصنا بتاع وعملنا في وعملنا في النهاردة هنتكلم عن البوليسي. محتاجين البوليسي عشان نقدر نمرر البيانات نقدر ان احنا نضيف الفلور. فطبعا هنيجي هنا في الكريات اللي كنا عاملينها في الكومنت. في المحادرة السابقة هنضيف الفنكشن ديت او هنضيف بعض التعديلات في الفنكشن الخاصة بالكريات. وهنقول له ان في الاري ديت لو في الفلور لما يكون الاكسبتد بيسوي واحد. هتعمل بلاك تقول له تو يوزر اي دي تو اري. تمام دي البوليسي اللي هنمررها في الكومنت. طب في البوست نفسه. لما لو احنا عملنا الكريات للبوست. فهيبعث له برضو اشعار ان هو فيه فعلا اضاف بوست جديد. اللي هو هيعمل له الشو لكل البوست اللي احنا عندنا للمتابعين اللي احنا متابعينهم. ده بالنسبة للبوليسي. طيب. اه يبقى احنا كده خلصنا وخلصنا وخلصنا الموديل الخاص بالفلاور وخلصنا كمان الخاص بالفلاور. يبقى احنا كده محتاجين بس نعدل في الخاص بالفلاور. بحيث ان احنا كده نقدر نعمل شو للفلاور عندنا في بتاعنا. فطبعا احنا هنا في الفلاورز. اه مجهزين الاكواد عشان ما ناخدش وقت يا جماعة. فاحنا عاملين هنا في اليوزر اللي هو الفلاورز. اه طبعا اه هنا بنقول له اه ده طبعا كود اتش اتيميل. فطبعا ضيفين في بعض التعديلات. طبعا هنا لو عاملنا اللي هي طلبات المتابعة اللي هو هيجي لك عم طريق يوزر معين. فهنقول له هنا الفور اتش. طبعا واخده اللي هو الفلاور اه اللي احنا عاملينها في صفحة الاندكس ما تنسوش. اللي هي في الكونترورر. ادي الكونترورر ادي الفورانت اند ادي الفلاور. ادي صفحة الاندكس. اي اه اه دي اللي احنا واخدينها في المحاضرة السابقة. جايبنا هنا في اه في الفور ايتش. فطبعا بنقول له از اه ريكويست. وطبعا زي ما احنا فاهمين بنقول له اف ريكويست ده اللي هو جايي لك في روم يوزر. هترجع بالافاتار اللي هو الديفولت اه دفولت اللي هو جي بي جي اللي هو الصورة يعني. هيرجع بشكل الصورة. بحيث ان انت تقدر تقدر يعني تعيش فعلا الجو تماما فعلا على الانستجرام وتقدر انت تضيف هذا اليوزر. تمام وهنا برضو بعد ما نعمل هنا طبعا هنا في الموسبات طبعا البعض الكلام اللي احنا محتاجينه من احنا هضيفنه في اهم حاجة اللي هو هناخد في بحيث انه يرجع علينا باليوزر نيم بتاع الشخص اللي احنا هنضيفه ده او نعمل له فلاور. اه طبعا هنا هيرجع لو في اه طبعا زي احنا عارفينه ناخد الاي دي. بحيث ان احنا نمسح او نتراجع عن الفلاور ده اللي هو هنقوله الموضوع سهل جدا وبسيط يا جماعة صفحة دي ان شاء الله هارفعها عن جيت هاب فهكون سهل هو بسيطة. دلوقتي احنا محتاجين يا جماعة نحن رين المشروع بتاعنا فهنقدر نفتح الكماند لاين وهنقول له بي اتش بي. نعمل كلير بس الاول كلير. هنقول له بي اتش بي ارتيزين سير. كده ريني مشروع على بورت اه تمن تلاف وواحد. تمام? في اللوكال هوست. زي احنا شايفين كده نبدأ بقى احنا نعمل تسجيل دخول اه طبعا احنا عندنا هنا المتابعين هومت. طبعا انت بتبحس عن المتابع. فدي صفحة اللي احنا شايفينها عندنا. ودي المستخدمين اللي هم موجودين عندنا. عندنا بس مستخدم واحد. احنا لازم نضيف واحد كمان عشان نقدر ان احنا نعمل اه نرسله طلب. فهنا المتابعين وهنا المستخدمين. طبعا اه طيب لو احنا ارسلنا طلب من هنا كده لنفس المتابعين اللي احنا فتحين به. هيقول لك ان فعلا تم ارسال الطلب وهنا ممكن تعمل الغاء للطلب اللي هو اللي هو صفحة اللي احنا عملنا الخاصة في بتاع الدستوري. هنا لو اغلت الطلب هيقول لك تم الغاء الطلب بنجاح. تمام? اه طبعا في الابديت برضا هعلمكم ازاي تعملوا الابديت لو بعد الحالة ما يكون هنا زيرو هيبدأ انه بعد ما اتتبعه في النحية التانية هيبقى آآ رقم واحد. طيب احنا مفروض احنا يفتح في متصفح تاني بس نضيف في وزغى كمان. هادي نفتح هنا في متصفح كمان. ولو يكون هادي نفتح في الابديت بريد الالكتروني مثلا. احنا احنا. جاتكم. كانت المرور. بنقول لنشعي حساب. كده هوت. هنا نقشبه المستخدمين. هنا دول في اتنين همت آآ في موجودين. فحنا عملنا آآ ارسال طلب هنا كده وارسال طلب. وروحنا شفنا في المتصفح ده. وعملنا هنلاقي ان في يوزر جديد ظهر عندنا. وهنا في طلبات بالنسبة للمتابعين. لو رحنا للمتابعين اهوت. هنا في آآ بيقول لك قبول للطلب. او رفض. تمام? لو احنا عملنا قبول كده. في هيتم المتابعة للشخص ده. وهنا برضو كذلك الامر. لو احنا عملنا ارسال. متابعة. وهنا ارسال. وراحنا ننحي التانية. في المتصفح التاني. عملنا في المتابعين. كبل. هيبقى. كده عندك المتابعين ببداية ان انت تقدر ان انت تفهم الموضوع اكتر. بالنسبة للفلاورز. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ نعمل نعمل اللايك. وكده هيبقى بتاعنا هيبقى ان شاء الله في المحاضرة القادمة.